موسيقى بسم الآب والإبنة والروح القدس الإله الواحد أمين اتكلمنا على الإيامة ومريم المجدلية واتكلمنا عن الإيامة ولك أقول قم واتكلمنا على قبل كده الحجر واتكلمنا على معاني حلوة أوي النهاردة بنعمة ربنا هنتكلم على القيامة والإحباط الإحباط ظاهرة منتشرة أوي أوي يعني إيه منتشرة أوي؟ يعني فيه ناس كتيرة أوي محباطة والإحباط ده ممكن يكون ليه أكتر من سبب يعني ممكن واحد فشل في حاجة كان متوقع أن ينجح فيها فيحصل له إحباط سواء بقى دراسة أو مشروع وممكن واحد يكون عنده محبط لأن عنده شغل لا ينتهي يعني ده من الإنسان يحب يخلص حاجة فيبص يلاقي مثلا هو موظف قدام مكتبه فيه ألف ملاف ما بيخلصوش كل لما يخلص خمسة يجيله عشرة وعنده إحباط الشغل ده يخلص إمتى؟ وممكن الإحباط يكون بسبب انتظار طويل إن واحد فضل مستني ربنا في موعيد معينة أو وعود معينة والحقيقة الوعود دي ما بتتحققش فيبتدي يجيله إحباط من الصلاة وإحباط إن ربنا ممكن يكون بيسمع من أساسه وممكن الإحباط يكون بسبب توقع مخالف ده اللي بيحصل في أول الجواز يعني دايما الناس لما بتتجوز جديد يحصل إحباطات ليه الإحباطات دي؟ لأن كان متهيق لها إن هو هيجي كل يوم ويحكي معاها ويدردش معاها ويدحك معاها ما بتلاقوش وهو متهيق له إن هي هتكون قايمة بكل واجبات البيت بيلاقيهم أسطرة في حاجات معينة مش مشكلة أنا بديكم مثل بس إن في حاجة اسمها الإحباط بسبب إن التوقع اللي أنا مستنيه ما لقتهوش الموضوع بتاع الإحباط كبير قوي بس أنا عاوز أتكلم بها على إحباط القيام في جيل معلمنا ماري لوقة بيتكلم على حاجة اسمها تلمزي عمواس دولا كانوا ماشيين والمسيح جيه مش معاهم في السج وهو المسيح بلهوته بتدبيره أو بسبب إن عقلهم مش قادر يستوعب إن المسيح ممكن يكون قام من الأموات أخفيت عنهم شخصيته سواء بتدبير إلهي أو بسبب عقلهم الأفل مش هدي القصة وبعدين المسيح بيقول لهم يعني فيه إيه ملكه عبسين كده يعني شكلكم متدايق ومحبطين فردوا عليه وقالوا أنت مش من هنا ولا إيه وبتدوا يكلموا له على واحد اسمه يسوع فبيقولوا إيه كان إنسانا نبيا مقتدرا أمام الله والشعب ده يعني عمل عمايل وعمل آيات وعمل عجائب وعمل معجزات ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل يعني كن متهيأ لنا هو اللي هيخلصنا من الرومان ويتكلم كتير قوي على الملكوت أو المملكة لا شفنا ملكوت ولا مملكة فالحقيقة إحنا جالنا إحباط شويةين المسيح قاعد معهم وكشفت عيونهم وعرفوا أنه هو رب المجد يسوع لما ابتدى يكسر الخبص اسمحولي أرجع تاني لموضوع الإحباط اللي كان عند التلميذي عم واس وأقول إن أنا وإنتم عرضة من خلال حياتنا اليومية إن إحنا نتعرض لحاجات كتيرة قوي تجيب لنا نوع من أنواع الإحباط أبونا بيدور على واحد بقاله سنين وتعب معاه قوي قوي ويكتشف إن الإنسان ده ألحد أو ساب المسيح أكيد أبونا كبشر بيتأثر إزاي أنا أطلع من دواير الإحباط هناخد رشدتة سريعة كده واحد اتنين ثلاثة أول حاجة أوعد بص للمشكلة بص على المسيح اللي قادر يحل المشكلة في نوعين من الناس نوع يحط المشكلة بينه وبين ربنا فما يشوفش ربنا ونوع يحط ربنا بينه وبين المشكلة فما يشوفش المشكلة هقولها تاني يبا حط المشكلة بينه وبين ربنا فما بشوفش ربنا يحط ربنا بينه وبين المشكلة فما شوفش المشكلة أنا من أي نوع على فكرة الكنيسة بتاعتنا مرت بكتير قوي لما جي الحاكم وقال له وما نقلتوش جبل المؤطم كلكوا هتعدموا كان موقف صعب مش كده بس ما كانش عندنا غير ربنا ولما بصينا ربنا وصمنا ثلاثة أيام ربنا استجاب وعمل معجزة رجعت بالخير على الكنيسة بعد كده نمرة اتنين عشان ما أحبطش لازم أحسب حساب النفقة يعني ما دخلش في مشروع أكبر من قمتي أو أكبر من ظروفي يعني ما بقاش أنا أم عندي أولاد بذكر لهم وبعدين دخل أفهم وبعدين بشتغل ثمان ساعات في اليوم وبعدين بعمل ماجستير وبعدين بعمل مشاعر أعباء 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 وممكن جدا حاجة تفلت مني يا ولد ما تفوقش في الدراسة من ولادي يا إما معرفش أنجح في الامتحان بتاع الماجستير اللي أنا بعمله الله طب ما هو السبب فين السبب إن أنا شلت فوق طقتي فلازم الإنسان يكون عائل ويحسب حساب النفقة ثلاثة الواقعية وعدم الرومانسية يعني إيه الواقعية وعدم الرومانسية لازم أكون أنا إنسان واقعي يعني إيه أكون إنسان واقعي لازم أكون عارف إن الحياة مش هتمشي في كل الأحوال زي ما أنا مرتب أو زي ما أنا بحلم يعني إذا كنت أنا فاكر إن أنا ككاهن هطلع بقى وأول ما هطلع ما هيبقاش فيه انفصال في الحياة الزوجية ولا أسرة هينفصل عن بعض وكل الناس هترجع بالتوبة وكل الناس هتصلي ربنا والخطيئة بتاعت الكذا دي هتنتهي خالص الحقيقة لا أنا ممكن جدا أكون ماشي مع مدمن ويخف وينتكس ومش مع تاني ويخف وينتكس لما أنا بكون وقعي بقول لا أنا وقعي وعارف إن ممكن يكون فيه نكاسات للتوبة لكن لما كون أنا ببص الموضوع بصورة خيالية أو رومانسية إحباطاتي هتزيد يا جماعة لازم نتعامل مع الواقع مش مع الخيال كلما الإنسان خيالاته بتكون عالية والتوقعات بتاعته بتكون عالية إحباطاته كمان بتكون عالية ربنا يدينا ببركة المزاية عمواس إن إحنا ننتصر على الإحباط ونكمل تأملات الإيامة بكرة بنعمة ربنا آمين ترجمة نانسي قنقر